السياسة تغلب معظم المنظمات الدولية الغرب يتحكم بمفاصل دولية بغية تسييس القضايا على نحو يرضي مصالحه هذا ما أكدته رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو بقولها إن العديد من المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان اليوم منحزة سياسيا ماتفيينكو خلال اجتماع للمجلس حول التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني اليوم في موسكو أوضحت أن العديد من هذه المؤسسات باتت غير قادرة على الاستجابة على نحو كاف للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لأنها منحزة لمختلف القوى السياسية كلام ماتفيينكو يؤكد أن هذه المنظمات الدولية ومنها مجلس حقوق الإنسان إنما يضع نفسه تحت تصرف بعض الدول الغربية ماتفيينكو أشارت أيضا إلى أن الاضطرابات الاجتماعية والصراعات أصبحت مجالا لتطبيق المعايير المزدوجة مفوض وزارة الخارجية الروسية لحقوق الإنسان قستانتين دولغوف كان أكد واخر شهر آبا الماضي أن الوضع الحرج في الشرق الأوسط حاليا هو نتيجة مباشرة لسياسات الجاهلة وقصيرة النظر لدول غربية وخاصة الوليات المتحدة